اشتركوا في القناة رد الإرهابيون في حماة وتصدى لهم الجيش وكان أيضا التقدم الموجود والخسائر الكبيرة التي تلقاها الإرهابيون أيضا موجودة سوف نمر إن شاء الله في هذا الحوار على كل التفاصيل الميدانية ما سمح لنا من الوقت أرحب بضيفي الذي ينضم إليه عبر الأكمار الصناعية من محافظة اللاذقية بكتور سليم حربة الخبير العسكري والاستراتيجي مساء الخير دكتور سليم مساء الخير تحياتي لكم أستاذ حسين ولإسرة الإخبارية السورية ولمشاهديكم الأكارم تحية لكم قبل أن نبدأ بحلب وحمى في ريف اللاذقية الشمالي محاولات كانت موجودة منذ الأمس للعصابات الإرهابية وحسب ما ترد من أخبار فإن جثث قتلى هؤلاء الإرهابيين لا زالت موجودة في المناطق التي حاولوا الهجوم منها ماذا تحدثون صحيح أستاذ حسين يعني دعني أقول أن المشهد الميداني على امتداد الجغرافية السورية وتحديدا في المنطقة الشمالية يعني في ريف حما في ريف اللاذقية في ريف حلب أيضا وفي أحياء حلب الشرقية يعطي مؤشرات ومبشرات أن المبادرة بيد الجيش العربي السوري ويحقق إنجازات مهمة يعني ليس فقط تصرف في الميدان العسكري إنما في الميدان الوطني والميدان السياسي على المستوى الإقليمي والدولي لذلك نلاحظ هذه الهستيريا من المجاميع الإرهابية التي حاولت تعويض خيباتها نكباتها نكساتها في حلب في ريف حما حاولت التعويض وفتح جبهة ريف اللاذقية لكن كانت النتيجة وبالا على هذه المجاميع الإرهابية وألحق الجيش العربي السوري بها نكبة إضافية عندما حاولت يوم أمس وعلى مدى أكثر من تسع ساعات وبهجوم واسع قطيعي حاولت التقدم والوصول إلى بعض نقاط الجيش من عدة محاور من اتجاه كباني باتجاه جب الأحمر ومن اتجاه كباني باتجاه رويسة الملك وعكو ومن اتجاه أيضا كند تردين تل ترشها وباتجاه كنسبة لكن الجيش العربي السوري استطاع أن يوقع يعني بهذه المجموعات لرهابية خسائر كبيرة جدا بالأفراد والعتاد وفعلا كما تفضلت جوثث قتلاها ما زالت ربما إلى هذه اللحظة في الأرض ولم تستطيع إخلاء قتلها وربما ستصل صور هؤلاء القتلى إليكم اليوم أو غدا لذلك يمكن القول أنه بالرغم من هذا الهجوم القطيعي وبالرغم من امتداده لمدة حوالي 9 ساعات والأعداد الكبيرة للمجموعات الإرهابية وعلى أكثر من محور وباستخدام أسلحة ربما للمرة الأولى تستخدم وهي راجمات الصواريخ وعلى ما يبدو حاولت تجريبها وبعد أن أمدتها الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف العدوان بها لمحاولة تغيير موازين القوى لكن دائما وأبدا جاءت رياح الميدان السوري بما لا تشتهي هذه المجموعات الإرهابية وداعمها هذه المجموعات الإرهابية ولم تستطع أن تخدش ولا نقطة من نقاط الجيش العربي السوري وما زالت المبادرة بجيش العربي السوري وأعتقد أن أعداد قتلها حسب اعترافاتها فاقت 40 قتيل وضعف هذا العدد من المصابين طيب دكتور نبدأ بالشأن الميداني بشكل مفصل لكن أبدأ بالتأكيد بهذا الشأن الميداني من مدينة حلب ماذا تقرأون بالتقدم الذي يجري على أكثر من جبهة والحسم العسكري الذي يتخذ حسب ما يتحدث كثير من المتابعين والمحللين يا سيد الحسين عندما نتحدث عن الحسم العسكري حقيقة أو الخيار العسكري هو مفروض علينا أولا يعني بمعنى هذه المجاميع الإرهابية هو مشروع الإرهاب لا ينفع معه على الإطلاق إلا هذا الشكل من أشكال الخيارات وهو الحسم العسكري لأن هذه المجاميع الإرهابية التي تنتمي بمنطق الدوكما إلى تنظيم القاعدة سواء داعش أو جبهة النصرة أو حرار الشام أو جند الأقصى أو كل هذه التنظيمات لا ينفع معها إلا هذا الخيار لأنها لا تنتمي لا إلى السياسة ولا إلى العقل ولا إلى الحوار ولا إلى الوطنية ولا إلى السورية ولا إلى الحرية ولا إلى كل هذه المنظومة الحضارية الوطنية السورية هذا أمر الأمر الثاني عندما نقول أن تقدم الجيش العربي السوري وخياراته العسكرية وتقدمه في حلب أنا أعتقد أن كل خطوة تقدمها الجيش العربي السوري في حلب ترسم ملامح ليس فقط الحسم العسكري إنما الحل السياسي لأن حلب كما قلت دائما وأبدا هي بيضة القبان في الصراع ضد المجموعات الإرهابية أولا لما تمثله حلب من موقع جيوستراتيجي في الجغرافيا السورية وبالنسبة لما عولت عليه أطراف العدوان وخاصة حكومة أردوغان ولما يمثله الوزن النوعي للمجمع الإرهابية وتحديدا جبهة النصرة وما تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية أنه معارضة مسلحة معتدلة في هذه المنطقة لذلك أنا أقول أن تقدم الجيش العربي السوري في حلب يعطي أبعاد زلزالية حقيقة معركة حلب أو هذه الجولة التي ينفذها الجيش العربي السوري في حلب الآن هي سلسلة من عدة جولات بدأت معركة حلب منذ هيمنة المجموعات الإرهابية على هذه الأحياء في أحياء حلب الشرقية لكن في محطات فاصلة في هذه المنطقة عندما حاولت المجموعات الإرهابية منذ حوالي شهرين تقريبا فتحت ما يسمى معركة فك الصغرى ووصفتها على قناتكم الكريمة يوم ذاك أن هذه المحاولة من المجموعات الإرهابية ودخولها إلى منطقة الكليات تشبه الدخول إلى مسلس بارمودا لأن الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود وهكذا كان بالفعل الجيش العربي السوري يحكم الآن يعني يمسك بكل مفاتيح الحل والربط الميداني وبكل التفاصيل العسكرية هو الميدانية في حلب ما تبقى من معركة حلب من هذه الجولة هي مجرد تفاصيل أي بمعنى حسمت معركة حلب بإطارها الميداني العسكري بعد أن أحكم الجيش العربي السوري السيطرة على كامل ما تبقى من أحياء حلب الشرقية بمعنى على الطوء يعني من جهة الكاستيلو إلى جهة الحويقة إلى دوار الجندول ووصولا أيضا إلى بستان الباشا وباتجاه الجنوب تلت الشيخ سعيد وبدأ يتقدم بوتائر يعني هادئة لكنها هادفة جدا ويسيطر ناريا على ما تبقى منه وأصبحت الخيارات خيارات التقدم قاسعة جدا إضافة إلى ذلك بتأزي مع هذا الأمر ومع هذا الخيار العسكري حقيقة الأمر ما يسجل للحكومة السورية والجيش العربي السوري هو فتح المعابر للمدنيين لأنه يدرك تماما أن هؤلاء المدنيين الموجودين في بعض أحياء حلب الشرقية والتي سيدخلها الجيش عاجلا وربما ليس آجلا سيدخلها الجيش العربي السوري وسيحرر يعني الهدف الأساسي من دخول الجيش العربي السوري بنفس القدر الذي سيقضي على المجموعات الإرهابية هو فك الحصار وتحرير أهلنا الذين أخذتهم المجموعات الإرهابية دروع بشرية فتح المعابر وأطلقت وزارة الخارجية السورية اليوم أيضا إعلانا بأنها يعني مسؤولة عن استعاب كل هؤلاء المدنيين الذين سيخرجون وتأمين الحياة الحرة الكريبة لهم إضافة إلى ذلك حقيقة ما يرعب المجموعات الإرهابية هو داعمي ومتبني الإرهاب في بعض أحياء حلب الشرقية وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تجدر وهم هو ربما محاولة الاستثمار بهذه المجامع الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة ما يرعب كل هذه الأطراف هو حالة المزاج الشعبي فيما تبقى من أحياء حلب الشرقية التي خرجت فيها الكثير من المظاهرات أيضا ترفع أعلام الوطن وتتحدى المجموعات الإرهابية وترفع الأعلام السورية الوطنية على المباني الحكومية في بعيدين في التل في الهلك في الشعار في المواصلات في كثير من هذه المناطق لذلك يعني بالمحصلة العامة ما تبقى من أحياء حلب الشرقية المسألة مسئلة وقت أي بمعنى النتيجة النهائية بالبعد العسكري الميداني التكتيكي الاستراتيجي أصبحت نتيجة المعركة بيد الجيش العربي السوري وما تبقى هو مجرد تفاصيل وأعتقد كل محاولات إثارة الضجيج والغبار على المستوى السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن في بعض دول الاتحاد الأوروبي لن يغير وقائع الميدان على الإطلاق ولن يغير ميزان الميدان ولن يسني إرادة الجيش العربي السوري عن متابعة تنفيذ هذه المهمة على إطلاقها وستجد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها مضطرة بعد حين ولن يطول هذا الحين أن حلب أفلتت من يديها وقد أتركت هذا الأمر لكن أنا أعتقد أن كل هذا الضجيج الذي نسمعه من الولايات المتحدة الأمريكية سواء تصريحا أو تلويحا أو تهديدا أو إلى ما هناك يعني أنا أعتقد أنه أصبح وراء حلب هناك حالي ببعدها الميداني وأوصلت المجموعة الإرهابية إلى مرحلة اليقين القاطع اليقين القاطع أنه أمامها خيارين إما التسليم والاستسلام للجيش العربي السوري وأما أن تلاقي مصيرها المحتوم لا خيار سالس على الإطلاق ويوجد معجزة لا سياسية ولا عسكرية لا إقليمية ولا دولية يمكن أن تغير وقاع الميدان لذلك أنا أقول أن هذه المعركة ستحدد الكثير من تفاصيل الحل وأعتقد أيضا أن ملامح الحل السياسي ورضوخ الولايات المتحدة الأمريكية سيأتي بعد تطهير أحياء حلال الشرقية والانتهاء من معركة حلب وربما ستجد الولايات المتحدة الأمريكية يعني تفاوض أو تتفق مع الروس مرة أخرى لمحاولة التفاوض على المسلحين وتحديدا جبهة النصرة وما التبقى مما تسميهم المعارضة المعتدلية وهم إرهاب يعني ينتبين جبهة النصرة وتنظيم القاعدة الموجود في إدلب ربما ستفاوض على الموجود في إدلب وليس على حلب الجيش العربي السوري قرار وجاهي غير قابل للطعن على الإطلاق أو الاستئداف من أي أحد قراره بتصفيت هذه المجموعة الإرهابية في تلك المنطقة وأعتقد أنه مسألة مسألة وقت حقيقة طيب كان في كلام من غرفة العمليات الموجودة في تركيا اللي هي اسم الموم بأنه هل يفتح المجال لجبهة جديدة في ريف حلب الشمالي أم نذهب إلى الحديث في ريف حمى الشمالي الشرقي أو الشمالي الغربي كان الخيار الذهاب إلى ريف حمى وكان هناك تقدم للإرهابين في أكثر من نقطة الجيش بدأ يستعيد هذا التقدم الذي كان لمدة محددة بعض القرى أيضاً والضياء للجيش العربي السوري تقدم صوبها هل هو مؤثر؟ دكتور سليم هو مؤثر ومؤشر بآن معاً يعني شوف أستاذ حسين يعني المشهد الميداني في ريف فيما تبقى طبعاً من ريف اللازقية عندما أقول ريف اللازقية ريف اللازقية تمتطيره بجله يعني ما تبقى من محاولات المجموعات الإرهابية في ريف اللازقية الشمالي تحديداً في هذه المنطقة نحن نقول أنه لا يمكن لما تبقى من هذه المجاميع الإرهابية أن تغير أو تبدل أي شيء في ريف اللازقية إنما القوات الموجودة في ريف اللازقية تخوض الآن في إطار الدفاع أو في إطار الهجوم وتأر التقدم اللاحقة والمعارك التي تخوضها تخوض المعركة مع المجموعات الإرهابية في خطوط الدفاع الأولى في ريف إدلب الغربي وخاصة على اتجاه كباني وعلى اتجاه الناجية وعلى اتجاه كندي وبعربايا وقرفوت وهذه المناطق وصولاً إلى السرمانية ووصولاً إلى بداما وجسر الشغور هذا المشهد في ما تبقى بالريف اللازقية والريف الغربي لإدلب والريف الجنوبي لإدلب والريف الشمالي لحما والريف الجنوبي الغربي لحلب وتحديدا مسرح العمليات في حلب بما فيه الريف الغربي والريف الجنوبي هو حقيقة مسرح واحد لاحظ معي المجموعات الإرهابية لنقول الآن أن الوزن النوعي لها على المستوى البشري بعد أن نكبت فعلا عندما أقول نكبت أعني ما أقول نكبت على المستوى النفسي وعلى المستوى المعنوي وعلى المستوى البشري وعلى المستوى العتادي كل هذا التجميع الموجود أساسا ومعقله الأساسي في إدلب يعني المجموعات الإرهابية التي كانت في إدلب هي التي كانت تخوض المعركة في حلب وهي التي تخوض المعركة في ريف حماة الشمالي وهي التي تحاول خوض المعركة في ريف اللازقية الشمالي أيضا لذلك بعد أن تلقت هذه الضرب القاصمة يعني باتت الآن شبه مصروعة حقيقة تحاول فتح جبهة حماة تحاول فتح جبهة حلب تحاول فتح جبهة اللازقية لكن دعني أقول هنا وأؤكد لك يعني لأرسم المشهد جيدا أولا هذه المجموعة الإرهابية استهلكت إذا لم أقل كل جول قدراتها على المستوى البشري وعلى المستوى العتادي في حلب أو في ريف حمى أو في ريف اللازقية ما بقي لديها ليس قليلا لكن ليس مؤثرا ولا يمكن أن يغير موازين الميدان لا في اللازقية ولا في حمى ولا في حلب وأدل على ذلك أن المجموعة الإرهابية حشدت كل طاقاتها تحت راية ما يسمى جبهة النصر بمسمها الجديد وعمادها الأساسي ما يسمى فتح الشام وجند الأقصى وأحرار الشام وزهبت إضافة إلى بعض التنظيمات الأخرى زهبت باتجاه حمى وسيطرت على بعض القرى وعلى بعض البلدات لكن إلى حين لكن الجيش العربي السوري استطاع أن يكبد هذه المجموعة الإرهابية ويستنزفها ويوقع مئات القتلى في صفوفها ويصيبها بنكبي فعلا قدت هذه النكبي وهذه الخسارات المتلاحقة في ريف حمى الشمالي نهيك عن تطهير الكثير من المناطق من القاهرة إلى كراح إلى معان إلى الكثير من هذه المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري وطهرها الآن ويطارد لمجموعات الإرهابية سواء باتجاه معرس أو باتجاه طيبة الإمام أو باتجاه سوران هذا الأمر أدى إلى ضرب على العمود الفقري للمجموعات الإرهابية لذلك يمكن القول أنها تلقى الضرب قاسمي في حلب وتلقى الضرب قاسمي في حمى وتتلقى ضربات قاسمي في ريف اللازقية منذ عام إلى الآن الآن تنكفئ المجموعة الإرهابية هنا يجب أن أقول ما هو آفاق هذه المجموعة الإرهابية في هذه المنطقة وما هي مخاطرها أنا أقول ما تبقى من المجموعات الإرهابية إضافة إلى التناحر البيني بينما يسمى أحرار الشام وبينما يسمى في إدلب الأقصى وبينما يسمى جبهة النصرة وهذه التنظيمات الإرهابية الأخرى وعلى رأسها أيضا ما يسمى حزب الإسلام التركستاني الذي كان عدد كبير من القتلى في ريف اللازقية في معركة يوم أمس من حزب الإسلام التركستاني أي من الإيجور الصينيين المجنومين من تركيا إضافة إلى هذا الاقتلال وحال الاقتلال والسنزاف بين المجموعات الإرهابية في هذه المنطقة أنا أعتقد أن كل ما يحصل في حلب وكل ما يحصل في حماء وكل ما يحصل في ريف اللازقية هو يضيق الخناء وأنا أعتبره ليس معركة تريف حماء الشمالي وليس معركة تريف حلب الجنوب الغربي وليس معركة تريف اللازقية الشمالي هي معركة إدلب معركة إدلب ما تبقى من المجموعات الإرهابية التي تنحصر في هذا الإطار أنا أعتقد أنها غير قادرة وأصبحت خياراتها معدودة جدا يعني بمعنى من هنا من هنا والله بدي أحكي كلمتين فقط لمن يستمع إلي من هذه المجاميع الإرهابية فعلا يعني من خمس من ست سنوات إلى الآن وهي تراهن على الأجنبي وهي تراهن على الدعم وهي تراهن على وهم وتشتر وهم اسمه إمارة النصرة إمارة إدليب إمارة درعة إمارة إلى ما هناك من إمارات مزعومية ولم تستطع تحقيق شيء على الإطلاق وكانت أقوى مما هي عليه الآن بمئات المرات وكانت دعم أكثر مما هو عليه الآن بمئات المرات وكانت يعني القوى العظمة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول أوروبا تتبنى وما زالت تتبنى هذه المجاميع الإرهابية هو فكرها ولم تستطع أن تحقق أي شيء في الميدان الآن هي في أسوأ حالتها في أضعف حالتها لذلك آن لها لمن يحمل أو لمن تبقى فيه شيء من السورية من الوطنية أن يعود إلى رشده ويقتدي ويقتفي ما حصل دارية في حمص القديمة في الكثير من المناطق في الوعر في الكثير من المناطق هؤلاء الذين دعموا هذه المجموعة الرهابية من بني سعود إلى نظام أردوغان إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكيان الإسرائيلي دفعوهم إلى المحرقة يعني كل واحد منهم يسأل ماذا أتى لمحيسني يعني شو جبله لمحيسني لهذا الإرهاب الموجود في إدلب أو في حما أو في أي منطقة شو جبله يعني بشو وعده شو جاب الداعش إلى هذه المنطقة إلا القتل والتدمير والخراب لذلك أنا لهم بعد ست سنوات من تجريب كل أنواع القتل والشزوز والنشاذ على المستوى الوطني أنا لهم فعلا أن يهتدوا في يعني وأن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي لا لا مصير على الإطلاق ولا مستقبل لما تبقى من هذه المجامع الإرهابية لا في إدلب ولا في حلب ولا في حما ولا في غوط الدمش ولا في المنطقة الجنوبية على الإطلاق هذا الإرهاب إلى تصدع وانهيار على المستوى البنيوي على المستوى التنظيمي على المستوى الميداني الإرهاب بالأساس لا يقوى بذاته لأنه أساسا ضعيف على المستوى الديولوجي بذاته يقوى بقواه المضافة بدعم هذا الإرهاب من الخارج أنا أعتقد أن الكثير الآن حتى من الأطراف التي تبنت الإرهاب ورعت الإرهاب ودعمت الإرهاب وحاولت استثمار بالإرهاب الآن باتت يعني ربما وصلت إلى مرحلة الإفلاق أن هذا الإرهاب الذي اعتمدت عليه ووعدها بالمن والسلوى بأنه سيفتت الدولة السورية سيفتت محور المقاومة سيغير الهوية والوقع والموقع والدور والانتماء السوري يعني بات عاجزا عن تحقيق أي شيء لذلك الآن أعتقد يعني بمؤشرات ما أرى بالبعد الميداني سواء في حلب في ريف حما في ريف اللازقية في ريف دمشق أيضا وخاصة بالغوطة الشرقية واتجاه الريحان وأيضا بما أراه أيضا من الحالة الشعبية المطمئنة جدا على مستوى الهامة على مستوى قدسية بطرد المجموعات الإرهابية على مستوى أحياء حلب الشرقية التي تطلب وتنتظر قدوم الجيش العربي السوري على مستوى المنطقة الجنوبية بإحباط ما يسمى أيضا كل تلك الأوهام والملاحم التي كانت مما يسمى عاصفة الجنوب وعاصفة القادسية وشد الوثاق وإلى ما هناك انهارت كلها الآن المشهد الميداني بالبعد العسكري بيد الجيش العربي السوري جواطا وتفصيلا والمزاج الشعبي وأيضا المبادرة بيد الشعب العربي السوري الذي يتحدى ويتفضى لهذه المجموعات الإرهابية لذلك الآن ربما هي لحظة لحظة وقوف مع ذات لما تبقى من هذه المجموعات الإرهابية إذا كان لديها شيء من هذا الإحساس لا مستقبل لها غير قادرة بكل المؤشرات الموضوعية العسكرية السياسية الشعبية غير قادرة على أن تبقى أو تقوى بعد الآن على الإطلاق طيب دكتور حضرتك تقول بأن هذه المجموعات ليس لها أي قدرة الآن سواء تناور هنا أو هناك والاحتلال الإسرائيلي جرب أن يساعد هؤلاء الإرهابين الأمريكي الآن يظهر بشكل واضح وصريح بعد الهجوم في مدينة دير الزور برأيك التهديلات الأمريكية في أي مدى يمكن أن نأخذها من جدية؟ هل هي قادرة بالفعل على قصف مواقع الجيش السوري بعد القصف الذي تم في دير الزور؟ وبعد كل التصريحات والمواقف التي اتخذت من روسيا سواء كان عن طريق الأسلحة أو حتى عن طريق السفن التي تصل بين فترة وأخرى إلى طرطوس؟ شوف أستاذ حسين يعني أولاً الراعي الرسمي لكل هذه المجموعات الإرهابية بوكلائها بعملائها بكفلائها هو الأصيل هو الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الأدوات هذا أصبح واضحاً ومسلماً فيه الولايات المتحدة الأمريكية دائماً وأبداً كالمنشار تستسمر في دعم الإرهاب وتستسمر فيما تدعيه أنه مكافحة الإرهاب هذا أصبح سابطاً أيضاً بما فيه الكيان الإسرائيلي الذي تبنى ويرعى جبهة النصر خلافاً لكل العراف والقوانين وهو خارج عن كل العراف والقوانين الدولية والأخلاقية والقيامية ويرى الكيان الإسرائيلي أن مشروعه بدعم جبهة النصر والتنظيمات الإرهابية ربما هذه الفرصة لن تتكرر بإضعاف أو إسقاط منظومة الدولة السورية سيما أن هناك تناغماً بدعم هذه المجموعة الإرهابية والاستفادة منها كمشروع صهي أمريكي تكثيري يحقق أهداف هذا الحلف الأمريكي الصهيوني التكثيري في وجه مشروع المقاومة التي تعتبر سوريا نقطة ارتكازه حقيقة من هنا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية على مدى خمس سنوات حاولت دعم هذه المجموعة الإرهابية من دواعشها إلى نصرته إلى كل هذه التنظيمات تحت مسميات إرهاب معتدل وأرهاب متطرف وإلى ما هناك لكن حقيقة الأمر كان موقفها ضعيف على المستوى القانوني وعلى المستوى الأخلاقي وعلى المستوى الدولي أيضاً لأنها تدعم إرهاب موصوف وخاصة داعش في البداية وجبهة النصر على الموقف الروسي غير الموقف الأمريكي الموقف الروسي مبني على قاعدة المبادئ أولاً احترام سيادة الدول احترام حقوق الشعوب ومكافحة الإرهاب الموصوف وفق القانون الدولي يعني تستند روسيا على قاعدة قانونية في مواجهة هذا الإرهاب خلاف الولايات المتحدة الأمريكية طبعا تضاربت المصالح روسيا تدافع عن أمنها القومي تدافع مع سوريا عن أمنها القومي لأن هذا الإرهاب يتهدد سوريا والعراق وفلسطين والمنظومة العربية وروسيا بآنا معه بل يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية لكن أمريكا تتحالف مع الشيطان من هنا كان التباين بين روسيا وأمريكا أمريكا لن تخرج على ما يبدو هذه استراتيجية ثابتة على مستوى الحرب بالوكالة والتفاوض بالأصالة لن تخرج من مولد دعم الإرهاب أو ما تدعيها أنها مكافحة إرهاب بدون سمن هي لا تستطيع أن تقبض السمن أو ترسمل بداعش على ما يبدو تحاول قبض السمن أو الرسملة بجبهة النصرة ولا تستطيع أو لا ترغب بالضرورة لا ترغب بالتخلي عن جبهة النصرة بدون أن يكون البديل يعني ناضج أحرار شام جند أقصى إلى ما هناك أو بسمن يعني تضغط على الدولة السورية تستنزف الدولة السورية تضغط على القرار السياسي المبدئي الروسي كان الاتفاق الروسي الأمريكي وكان هناك مؤشرات ومبشرات بأن هذا الاتفاق سيأخذ حيزه إلى التطبيق وواجه الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا جبهة النصرة وتحاول عزل جبهة النصرة عما تبقى من التنظيمات الإرهابية وفي حال العزل جبهة النصرة ما تبقى من التنظيمات الإرهابية أنا أقول لك بمنتهى الصراحة ما تبقى من التنظيمات الإرهابية التي تدعي أمريكا أنها معارضة مع تدلي لا وزن نوعي لها كل ما تبقى من التنظيمات غير قادرة على البقاء في وجه الجيش العربي السوري لمدة أسبوع شيل جبهة النصرة عنها هذا أمر لذلك الولايات المتحدة الأمريكية أحرجت تماما ورأت نفسها أنها وقعت فعلا من حيث لا تدري القانوني الدبلوماسي الروسي والسوري الذي يتقاطع مع الرؤية السورية إذن كان هذا الاتفاق ضد الرغبة الأمريكية وربما ضد القدرة إذا استطاعت وهي لا تستطيع فصل الجسد الإرهابي الواحد عن بعضه البعض لأن النصرة وغيرها هم جسد إرهابي واحد حقيقة لذلك من هنا من هنا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية انقضت على هذا الاتفاق وعندما انقضت على هذا الاتفاق تريد إحراج وتشويه الصورة الحقيقية التي تكافح الإرهاب وهي الجيش العربي السوري وروسيا وإيران وهذا الحلف من هنا أقول سمعنا هذا الضجيج وهذا التهديد وهذا التهويل تهديد بتدخل العسكري مباشر والبحث عن خيارات أخرى وخيار عسكري وإلى ما هنا لكن حقيقة الأمر الروس تعاملوا مع هذا الأمر بمنتهى البرع والزكاة الاستراتيجي ببعده العسكري وببعده السياسي أولا بالبعد العسكري من أول طلقة ما يسمى الطلاق بالثلاثة التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية عندما قالت أن هذا الاتفاق طالق قبل أن تصل إلى الطلقة بالثلاثة أرسلت لها روسيا ربما وسيقة حس النوايا أو دعني أقول تدابير حس النوايا دزينة صواريخ S300 ودزينة صواريخ S400 و345 بوارج ومدمرات إلى المتوسط من أسطول البحر الأسود هذا أمر الأمر الثاني وأعطت ربما إشارات حمراء بوجه الولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تقامر هذه المقامرة المسألة الثانية كان هناك تصريح أيضا للوزير لافرو بأن روسيا ما زالت تسعى إلى الحل السياسي والتفاوض مع الأمريكان بأي صيغة قديمة لعادة إحياة أو جديدة تطرح على أن تكون مكافحة الإرهاب وحقيقة بما في حتى مبادرة ديمستورا علما أن لها كثير وعليها الكثير أيضا لأنها لا تستطيع أساسا أن تستخلص جبهة النصرة من أحياء حلب الشرقية وربما هي مبادرة أمريكية للاتفاف على السبات الاستراتيجي الروسي عندما أقول السبات الاستراتيجي الروسي هناك مرونة تكتيكية روسية الداعي دائما منذ بدء تدخل القوات الروسية في مواجهة الإرهاب يدعون إلى الحل السياسي وفق القانون الدولي ومساق الأمم المتحدة أمريكا الآن ربما ما يشغل البال يعني هذه التصريحات وهذه التهديدات وهذه الأبواق التي ربما تسعى إلى التهويل وإخافة الشعب العربي السوري من ضرب أمريكي إلى بعض الأهداف العسكري والجيش العربي السوري أنا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لو كانت قادرة على تنفيذ هذه الضربية من ثلاث سنوات لنفذتها أولا ثانيا طبعا بمنطق القوة قادرة على تنفيذ هذه الضربية لكن تبعاتها نعم هي دولة عظمة وقادرة لكن دائما وأبدا عندما نحلل يجب أن نحلل بمنطق العقلاء لا بمنطق المجانين أي بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية إذا ركبها الجنون ونفذت هذا الأمر لا أعتقد أنها دولة عظمة بهذا الحجم وهذه المعطيات ترتكب هذا الشكل من أشكال الجنون أنا أحلل بالحسابات بمنطق الحسابات أقول أن كل ما سمعناه من تصريحات وتلويحات بالتهديد العسكري لا يعد أكثر من أنه قنبل صوتية أو دخانية لإثارة هذا الضباب والضجيل لأن الولايات المتحدة الأمريكية بارعة في استخدام استراتيجية حفة الهاوية وبارعة أيضا أكثر في التهديد باستخدام القوة والولايات المتحدة الأمريكية أستاذ حسين الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تحقق بالتهديد باستخدام القوة أكثر من استخدام القوة ما استخدمت القوة مرة إلا وفشلت وهزمت من فيتنام إلى العراق إلى أفغانستان إلى كل المناطق لذلك تلعب هذه الاستراتيجية حفة الهاوية أي بمعنى استراتيجية إما أن تفعلوا وإلا هذه لا تخيفنا منطق الحال ومنطق التحليل يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنفذ هذا العدوان علما أننا أعتقد بمنطق الحسابات لأن أمن الوطن ومنظومة أمن الوطن عموما وخاصة لا أقول منظومة أمن الوطن في سوريا فقط منظومة أمن المقاومة حلف المقاومة الحلف السوري الروسي الصيني كل هذه المنظومة لا تقبل الغفلها أيضا ولا تقبل التعامل بحسن النواية أساسا لذلك أنا أعتقد أنها تتحسب لكل هذه الاحتمالات من احتمال الصد إلى احتمال الرد على أي جنون أمريكي لكن بمنطق العقلة أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة ربما أو لن تنفذ هذا التهديد لجملة أسباب السبب الأول هناك تباين في الإدارة الأمريكية بين من يريد فعلا الوصول إلى حل سياسي وبين من يريد التصعيد ومتابعة الاستثمار في الإرهاب بما فيه استخدام القوة ضد الجيش السوري وخلط الأوراق في هذه المنطقة ولا أعتقد أن إدارة الرئيس أوباما التي جاءت إلى الرئاسة الأمريكية نعم يعني تحت شعار إنهاء حروب أمريكا في الخارج وصعب القوات الأمريكية أنها تورس الإدارة الجديدة حرب على الأبواب هذا أمر لأن أي عدوان على أي هدف سوري هو عدوان على سوريا وعلى روسيا وعلى حلف المقاومة وصولا إلى الصين على كل هذا الحلف وأعتقد أن الرد سيكون في إطار كل هذا الحلف والولايات المتحدة الأمريكية بمنطق حساباتها تدرك هذا الأمر إذن هذا أمر الأمر الثاني هو الموقف الأوروبي الموقف الأوروبي أنا أعتقد أنه يتناغم في إطار التهديدات لكنه عندما يجد الجد ويتم استخدام القوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أن الموقف الأوروبي سيكون موحدا هناك تباين بالموقف الأوروبي يعني قد يبدو متناغما في إطار التهديد لكنه سيكون متباينا في إطار الاستخدام وأعتقد أن هناك كثير من دول أوروبا بما فيه ألمانيا وغيرها وزيارة نائب وزير الخارجية تشيكي يوم أمس إلى سوريا واليوم هو هنا أيضا يعطي مؤشرات أن هناك تباين بالاتحاد الأوروبي أيضا حيال الموقف الأمريكي المسألة الثالثة أنا لا أعتقد أن هناك شيء من العقلانية التي يقبله عاقل في هذا العالم أن تخوض الولايات المتحدة الأمريكية حربا يمكن أن تصل إلى مستوى الحرب العظمى أو الحرب العالمية كرمة لعيون جبهة النصرة إذن أي تدخل أمريكي أي ضربة أمريكية للجيش العربي السوري لأي هدف في سوريا هو دعما واضحا وصارخا لجبهة النصرة هذا الأمر لاحظناه من خلال مداولات مجلس الأمن يعني وكأن فعلا جبهة النصرة أصبح لديها ناطقين رسميين في مجلس الأمن كانت باكة عنها ديمستورا في مجلس الأمن نعم المسألة الثالثة أعتقد أن الروس وهذا الحلف وليس الروس فقط الروس وسوريا وحلف المقامة وصولا إلى الله على الآخر بغض النظر عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية نعم بمسألتين المسألة الأولى هزيمة الإرهاب كل الإرهاب وعلى رأسه داعش وجبهة النصرة وإطلاق العملية السياسية السورية السورية أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية نعم وهي بارعة بالبراجماتي والتقاط اللحظة الإسراطية أعتقد أنها تحاول الآن مداولة أو مباشرة مع الروس لالتقاط اللحظة قبل أن تنتهي معركة حلب ويسيطر الجيش العربي السوري على الأحياء الشرقية لكن أعتقد أنها لن تستطيع التقاط اللحظة لأن سرعة ووتائر تقدم العملية ربما ستسبق الولايات المتحدة الأمريكية وإذا استطعت أن تلتقت اللحظة الاستراتيجية للتفاوض مع الروس أعتقد ليس على حلب ربما على ما تبقى من المجموعات الإرهابية في إدلب لذلك يا أستاذ حسين أنا أعتقد أن منطق الحسابات هو الذي يتغلب على منطق الأماني والغرائز أيضا للولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأدوات وبعض المجموعات الإرهابية على الإطلاق أعتقد أن كل هذا الضجيج عودا على بدء كل هذا الضجيج محاولة لإعطاء شيء من أكثير القوي لهذه المجموعات الإرهابية إضافة إلى متابعة إمدادها وتزويدها لمتابعة استنجاب في الجيش العربي السوري ومحاولة إطالة أمد الأزمة لكن على الإطلاق غير ذلك أنا وفوق ذلك لا أعتقد أن الأمور ستتطور وما شاهدنا من محاولات الهستيريل للمجموعات الإرهابية في ريف اللازقي أو في ريف حما أو فيما تبقى من ريف إدلب أو حتى في المنطقة الجنوبية هو ترجمي لحالة التهديد للولايات المتحدة الأمريكية لا أكثر من ذلك وأعتقد أن الأمر سينتهي عند ذلك لن تخوض الولايات المتحدة الأمريكية ولا يقبلها المجتمع الأمريكي لن تخوض الولايات المتحدة الأمريكية حرب يمكن أن تتحول إلى حرب عالمية ثالثة كرمة لجبهة النصرة أو تنظيم داعش أو أحرار الشام أو جند الأقصى في هذه المنطقة وأعتقد أنها تدرك تماما أن روسيا وسوريا على الإطلاق لن تقبل العودة وقرارها كما قلت وجاهي غير قابل للطعام لماذا؟ لأنها تدافع عن منظومة وجودها وأمنها واستقرارها وهويتها وهذا لا تراجع عنه على الإطلاق لذلك هناك الفرق بين المصالح الأمريكية لإستثمار الإرهاب وبين المبدئية الروسية والسورية ومبدئية هذا الحلف في مواجهة الإرهاب الحقيقي والدفاع عن هذه المنظومة الأمنية وعن منظومة الأمن والسلم الدولي وليس فقط عن منظومة الأمن السوري أو العراقي أو هذه المنطقة طيب أنا لدي فقط عشر دقائق دكتور سليم اللقاء الذي جرى بين الرئيسين بوتين وأردوغان كان هناك البعض يتأمل فيه بأن تغلق تركيا كامل حدودها أمام الدعم الذي يقدم الإرهابين سواء كان الدعم بالسلاح أو حتى الدعم بالملتزقة الذين لا زال يتم من عذب من الدول على الجبهة الأخرى في الحدود العراقية السورية سيد حسن صلى الله يقول اليوم بأنه هناك محاولات أمريكية لتجميع تنظيم داعش الإرهابي من الموصل باتجاه الرقة ودير الزور هذين الحدودين مع العراق ومع التركيا هل من أمل لإغلاقهما؟ يعني ربما في لقاء سابق تطرقت إلى هذا الموضوع وقلت أنه وخاصة بعد الضرب المتعمدي والعدوان السافر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على قواتنا في جبل السردي في دير الزور وقلت في سياقها أن هذه الضرب هي ليس فقط لمحاولة إحراج الجيش العربي السوري في تلك المنطقة لمحاولة إخراج الجيش العربي السوري من دير الزور وتمكين داعش من السيطرة على هذه المنطقة لإقامة المشروع الأمريكي الصهيوني السعودي برعاية تركيا أيضا لإقامة ما يسمى الإمارة الداعشية وقطع أواصر التواصل حتى بما فيه التنسيق العسكري والميداني بين الجيش العربي السوري والجيش العراقي وخاصة بعد بدء معركة الموصل وظهور المؤشرات بهزيمة داعش من تلك المنطقة وهذا يؤكد ويفسر أيضا محاولة الولايات المتحدة الأمريكية ضرب كل الجسور على نهر الفرات أيضا لتقطيع الأوصال من جسر السياسية إلى جسر العشارني إلى جسر الطريف إلى جسر الميادين أكثر من سبع جسور قطعت الأوصال في تلك المنطقة الهدف هو حقيقة هو إقامة ما يسمى هذه الإمارة الداعشية من نقطة المسلس السوري الأردني العراقي وامتدادا باتجاه الشمال بمنطقة على الحدود السورية العراقية تسمى وادي حوران وصولا إلى قضاء البعاج في تلك المنطقة أي بمعنى جزء من الحدود السورية وجزء من الحدود العراقية في هذه المنطقة وبرعاية أمريكية ليكون هذه الإمارة الداعشية هي إسفين في قلب محور المقاومة وربما محاولة لقطع التواصل بين شطري محور المقاومة العراق وإيران عن سوريا ولبنان وفلسطين هذه محاولة أمريكية وتركيا تلعب دور في هذا الأمر ومحاولة تركيا التسلق والاعتداء على السيادة السورية والعراقية والادعاء بأنها ستواجه داعش في المصل يعني ضد رأي الحكومة العراقية ورغبة الحكومة العراقية يأتي في نفس الإطار الأمريكي أيضا لخلط الأوراق في تلك المنطقة ودخول القوات التركية أيضا لدعم إرهاب يعني هو داعش أو جبهة نصرى مؤجلة لأنه في داعش ونصرى معجل هو الذي نراه الآن لكن في مؤجلة هي هذه المجموعات الإرهابية التي تقول تركيا أنها معارضة معتدلة وربما توافق أمريكا أو تغطي الضوء الأخضر أمريكا في هذه المنطقة ودخلت مع القوات التركية باتجاه جرابلس وباتجاه منبج وتحاول الدخول باتجاه الباب لكن حقيقة الأمر زيارة رئيس بوتين إلى تركيا ولقائه مع أردوغان أنا أعتقد أنه يؤكد أو ربما يذكر أردوغان إذا لا أقول أنه يضغط على أردوغان بأوراق ربما لها طابع الطاقة كونه مؤتمر طاقة ربما لها طابع سياسي وطابع اقتصادي بآن معا وخاصة مسئلة السيل التركي نبيب النفط الروسية بالغاز إلى أوروبا عبر تركيا وما تمثله مسألة حيوية جدا لأقتصاد التركي ومسئلة أيضا بناء المفاعلات أربع مفاعلات كهر وذرية في تركيا أكويو بخبرات روسية هذا الأمر أعتقد أنه أيضا كما قلت يعني الرئيس بوتين يجب أن يؤكد أو قد أكد لأردوغان على الالتزام بما وعد به أول التزام قدمه أردوغان بصام بطرس بولي عندما التقى الرئيس بوتين أنه سيغلق الحدود وأعتقد أنه هناك تسريبات أنه أعطاه ستة أشهر وحتى الآن لم نجد أي تدبير من تدابير أردوغان لإغلاق الحدود وما زال نظام أردوغان لا يعتقد على السيادة السورية ويدخل قوات تركية ويدعم مجموعات إرهابية انسحبت داعش بصفقة بين تركيا وحكومة أردوغان من جرابلوس ومنبج وسلمتها لقوات التركية ولمجموعات الإرهابية إنما يحاول اللعب أيضا مرة أخرى باتجاه المجموعات الإرهابية في إدلب وخاصة هذا الصراع البيني بين المجموعات الإرهابية في إدلب يحاول نظام أردوغان تعويم ما يسمى أحرار الشام التي يتمثل فكرها وأديولوجيتها وجوهرها ومشروعها بأنها إخوان مسلمين مشروع إخوان مسلمين متجدد وخاصة بعد أن اضطر أردوغان أمام الضغط الروسي ربما وأمام الضغط القانوني وأمام الحال الشعبية التركية بعد أن تخلى عن داعش ولو ظاهرا يعني أراد أن يتخلى عن جبهة النصرة عندما وصف جبهة النصرة وحزب العمال الكردستاني وداعش بأنها منظمات إرهابية وأيضا عندما قالت جبهة النصرة أنه لا يمكن التحالف مع القوات التركية الداخلة لكن بيضت الصفحة مباشرة أحرار الشام عندما يعني باركت دخول القوات التركية وقالت أنها تقاتل معها ما يحصل في إدلب الآن هو حقيقة يعني بذوره الاستخباراتية التركية محاولة الانقضاض على جبهة النصرة وجند الأقصى جند الأقصى يعني جند الأقصى هي أفرع داعش هي فرع من أفرع داعش وهي سعودية الدعم والهوى والمناوة والإديولوجيا وكل شيء وهي رسالة للسعودية أيضا يعني الصراع بينها حرار الشام وجند الأقصى في تلك المنطقة لكن محاولة تركية مرة أخرى لإعادة الهيمن على هذه المجموعات الإرهابية في تلك المنطقة في ريف إدلب لمحاولة الرسمة لي فيها مرة أخرى أعتقد أن أردوغان ونظام أردوغان وقد قلتها مرارا وما زلت مصر عليها على المستوى الشخصي أن أردوغان كاذب يعني من يكذب مرة يكذب ألف مرة أردوغان كلام ليله يمحوه النهار أردوغان إذا تقدم خطوة أو خطوتين يعني نفاقا مع الروس أو مع الإيرانيين أو مع أي أحد في هذا الإطار عقله رأسه قلبه وجدانه كله ما زال مرتبط بحبال سرية وعلنية بالحظيرة الأمريكية لا يمكن أن يؤتمن أردوغان على الإطلاق ولم يتخذ قرارا ولا تدبيرا إلا مضطرا وليس إيمانا طبعه الإخوانجي غالب على تطبعه الإيراني الروسي الصيني حتى الإسلامي الحقيقي طيب هناك تفاؤل دكتور سليم بدقيقة حتى أختم هذا الحوار تقرؤون تفاؤل تجدون تفاؤل أم أن المشد الميداني فيه من السلبيات وأيضا فيه من الإيجابيات لكن خيارنا هو النصر بكل الأحوال شوف أستاذ حسين يعني أنا أعتقد يعني خلال ما فات من عمر هذا العدوان على سوريا يعني لم يتركوا إرهابا إلا دعموه ولا مالا إلا أرسلوه ولا سلاحا إلا ولا بنية إلا دمروها أعتقد ما كان يخيفنا أصبح لا يقلقونا هذا أمر ثانيا يعني جل ما كنا نخشى من تدخل خارجي من ضرب أمريكية من عدوان إسرائيلي من كل هذه المسائل لخلط الأوراق يعني دعني أقول لنسف منظومة الدولة السورية يعني أصبح وراء الظهر الآن نملك زمام المبادرة الوطنية المركبة على المستوى الميداني لا يوجد ما تبقى من المجموعات الإرهابية بما فيها ما تبقى من محاولات تهويل الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تسلحة ودعمها لا يمكن أن يغير موازن قوى لا في حلب ولا في حمى ولا في اللازقية ولا في القلمون ولا في ريف الدرع ولا في أي منطقة المبادرة بالجيش العربي السوري وستسمع وسترى أنه في الأسابيع القليلة القادمة سيرسم مشهد ربما نتمنى وأكثر مما نتوقعه حتى المتفائل هذا على المستوى الميداني على المستوى الشعبي أعتقد أن الشعب العربي السوري بات الآن يملك زمام المبادرة كالجيش العربي السوري في مواجهة هذه المجامع الإرهابية وحالة المصالحات والتسويات التي تتم غيض من فيض واترجمة هذا الإحساس الشعبي والحالة الرسمية وحالة التحالفات بالمناسبة حالة التحالفات والسبات الاستراتيجي في هذا الحلف يعني دعني أجري بشكل سريع مقارنة بسيطة بين هذا الحلف السوري الروسي المقاومي إيران الصين كل هذا لم يتغير ولم يتزحزح على الإطلاق منذ ست سنوات إلى الآن ولم يظهر أي تباين حتى أو يعني يعني حتى خلاف ما بدي يقول لم يظهر خلاف حتى تباين لا على المستوى الميداني في مكافحة الأرهاب ولا حتى على المستوى السياسي في المحافل الدولية ولا كل القرارة نعم بينما رحظنا حالة التنافر والتباين والتصدع لكل ما كان يسمى أصدقاء سوريا ومجال إسطنبول وأتلاف الدوحة وإلى ما هناك لماذا لماذا لأننا أصحاب حق وأصحاب قضية وأصحاب مبدأ وندافع عن بالقانون الدولي عن حقنا وأرضنا وشرفنا وسيادتنا ومصيرنا ومستقبلنا وهويتنا التي لن نتخلى عنها على الإطلاق يعني بمعنى الذي تمسكنا فيه ودفعنا شهداء من أجله لمدة ست سنوات لن تستطيع ما تبقى من هذه المجامع الإرهابية أو تهويل أو تهديد من الولايات المتحدة الأمريكية أو وهم مزعوم من أردوغان أو من السعودية أن ينالوا ما عجزوا عنه باستخدام هذه الجيوش من المجموعات الإرهابية وبالمناسبة يعني ربما سأضيف أحد الأسباب التي تدفعني لليقين أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنفذ ضربات عسكرية كأصيل لماذا؟ لأن ما زال لديها وكل هذه التنظيمات الأخرى موجودة تقوم مقام الجيش الأمريكي لذلك أنا أقول باختصار وبمحصلي أقول أننا الآن أقوى من أي يوم مضى في البعد الميداني في البعد السياسي في البعد الشعبي وفي البعد التحالفي أيضا لهذا الحلف أنا أرى كل المؤشرات أنها معنا ولصالحنا والتي تؤكد ثباتنا وصمودنا وانتصارنا ولن يطول الزمن حتى ترفع أقواص النصر وتدق طبول النصر في أبواب حلب السبعة وفي أبواب دمشق السبعة وعلى ثغور سوريا في الجنوب في وجه الكيان الإسرائيلي ومجموعات الإرهابية وأيضا في الشرق مع أخوتنا في العراق الجيش العراقي والحجر الشعبي إن شاء الله وأيضا في الشمال في حلب لذلك أنا أدعو مرة أخرى لعدم لعدم يعني الاهتمام أو القلق من كل هذه التهديدات والتصريحات الأمريكية وستجد نفسها أمريكا قريبا وتذكر يا أستاذ حسين أنها تستجدي الروس تستجدي الروس لإعادة الاتفاق والله لكن ليس على حلب ولا على إرهابي حلب ربما على مكان آخر أعود وأقول نحن أقل يوم المضى كل مفاتيح وأبواب النصر أصبحت بيدنا وتحت أقدامنا ما كان يخفنا لا يقلقنا وما كان يقلقنا أصبح تحت أقدامنا النصر قائم وقادم وقريب بإذن الله شكرا جزيلا لكم الدكتور سليم حرب الخبيل العسكري والاستراتيجي كنت معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من مدينة الأبقية شكرا جزيلا لكم حوارنا ينتهي مشاهد كرام عمدى هذه اللحظات دقائق تتابعونا الساعة الإخبارية مع الزميلة ليمونة صالح حياكم الله شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة شكرا